تصيد الخطير للتوتر في الخليج مع الهجوم الذي تعرضت له نقلة نفط في خليج عمان بالقرب من مضيق هرمز وهو ثاني حادث من نوعه خلال شهر واحد في هذا المضيق الستراتيجي الولايات المتحدة وعلى لسان وزير خليجيات عماي كومبيو اتهمت الجمهورية الإسلامية بأنها وراء هذا الهجوم وأكد الوزير الأمريكي أن أبلده تعتمد في اتهامها على معلومات استخباراتية وقام البنتاجون بنشر فيديو قال إنه لقارب تابع للحرس السوري وهو ينزع لغما لم ينفجر على ناقلة النفط اليابانية وأعلن وزير العلاقات الخارجية السعودي عدل جبير أن المملكة تتفق مع الاتهام الأمريكي وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف وصف الحادث بأنه أكثر من مريب نظرا لأنه يأتي متزامنا مع زيارة رئيس الحكومة اليابانية شينزو آبي إلى طهران في محاولة للوسطة الواضح هو تخبط المراقبين الشديد في تحديد المسؤول عن هذا الهجوم إذ تتناثر الاتهامات ضد كافة الأطراف بدءا من إيران وحتى إسرائيل ومرورا بالسعودية المؤكد هو أن هجوما من هذا النوع يتجاوز إمكانيات أي تنظيم ويستدعي إمكانيات جيش ودولة ويقول البعض أن من يقف وراء الحادث هو طرف يريد إشعال نيران الحرب في الخليج وتكمن المشكلة تحديدا في أن الولايات المتحدة عاجزة وعازفة تماما عن التورط في حرب ضد إيران ستؤدي بالتأكيد لإشعال نيران ضدها في اليمن والعراق ولبنان بل وفي مناطق أخرى تتمتع فيها إيران بشيء من النفوذ مثل بعض البلدان الأفريقية وحلفاء واشنطن الإقليميين السعودية وإسرائيل يريدون توجيه ضربة قوية لطهران ولكنهم يدركون استحالة الأمر بدون مشاركة أمريكية مباشرة إيران تعاني من حصار إقصادين أمريكي خانق والمخرج الوحيد الذي يقدمه ترامب هو العودة إلى طويلة المفاوضات وفقا لشروطه وهو أمر مستحيل بالنسبة لإيرانيين الذين يريدون توضيح ذلك للبيت الأبيض وتعديل موازين القوى لتحسين ظروف مفاوضات مستقبلية محتملة مع ترامب الجمهورية الإسلامية كانت قد هددت بالفعل بقطع شريان النفط العالمي في مضيق هرمز ذلك أن التوتر في هذه المنطقة سيضع الكثير من الأطراف في أوروبا والأهم من ذلك في أسيا وخصوصا اليابان والصين في مواقف صعبة جدا على المستوى الإقصادي وإذا كان الأمر سيدفع بالشركات الأمريكية لزيادة إنتاجها وينعش صناعة النفط الأمريكية لفترة قصيرة فإن زيادة العرض في السوق هو آخر ما تريده دول الأوبك وعلى رأسها السعودية المواضلة الرئيسية أمام البيت الأبيض الآن هو أنه استخدم تقريبا كافة أوراق الضغط الدبلوماسي والإقصادي والسياسي ولم تعد بيده أوراق جديدة وعندما يتهم بومبيو إيران فإن السؤال الذي سيوجهه الجميع لواشنطن وماذا بعد؟